ينضموا إلينا من تونس ياسر دبابش مراسل للغد ياسر ما صورة لديك ما هو الوضع وهل من ردود فعل سياسية على هذا الإضراب وما هي ردود الفعل من أصحاب هذا الإضراب اتحاد العام للشغل خاصة بعد دعوات حكومية إلى حوار وإلى العودة إلى المفاوضات مرة أخرى نعم سهام نبدأ من آخر المستجدات كما نتابع نحن نتواجد في قلب العاصمة التونسية بالخلف تماما أحد الشوارع الرئيسية التي تكون في مثل هذه الساعات تشهد اقتضاظا كبيرا لكن نلاحظ بأن عدد المركبات في هذا الشرع وحتى الحركة هي قليلة هذا هو وقت مغادرة الموظفين في حال كانت المؤسسات تعمل بشكل عادي لكن اليوم هو يوم استثنائي سيما ونحن نتحدث عن الإضراب العام الذي أقره اتحاد الشغل التونسي احتجاجا على التوجهات الاقتصادية للحكومة ورفض المطالب النقابية على كل الأحوال ما زالت حتى هذه الساعة يعني معظم المرافق الحيوية والوزرات والمؤسسات تشهد هذا الإضراب ونسبة الاستجابة كما يقول اتحاد الشغل من مدينة لأخرى تفاوتت ما بين 95% إلى 100% وفق تصريحات قيادة نقابية بارزة بالنسبة لردود الأفعال أبدأ بالشأن السياسي حركة النهضة أصدرت بيان قالت فيه بأن المقترحات الحكومية التي تم طرحها على الطاولة ورفضها لاتحاد من الممكن أن تكون نقطة لحوار بناء وتتم إعادة المفاوضات ما بين الجانبين أما الجبهة الشعبية من جانبها فأعلنت لانخراط في التحركات الاحتجاجية ضد السياسات والتوجهات الاقتصادية للحكومة وكذلك الحال لانخراط ودعم الاتحاد بشكل كامل نهيكي سهام عن عدة أحزاب وطيارات سياسية أخرى أعلنت دعمها ووقوفها مع اتحاد الشغل التونسي حركة نداء تونس من جانبها حملت حركة النهضة المسئولية لما آلت عليه الأمور والأوضاع في البلاد قاطبة لكن إذا ما عدت معك قليلا للوراء في الميدان وعلى الأرض ما زال الإضراب قائم ينتهي بعد سوايعات قليلة تحديدا طيب في ثلاثين ثانية عشر متصف هذه الليلة هل ستكون هناك أي خطوات تصعيدية؟ هل أعلن اتحاد الشغل عن أي خطوات تصعيدية أخرى خاصة في الأيام القادمة؟ نعم سهام أمين عام اتحاد الشغل التونسي تحدث بلهجة غاضبة اتجاه الحكومة برئاسة يوسف الشاهد وقال بأن هيئة اتحاد الشغل ستعقد اجتماعا لها يوم السبت المقبل للبحث في إقرار خطوات تصعيدية احتجاجية في حال بقيت الحكومة ترفض مطالب الطبقة العاملة والمنظمة الشغيلة هو شدد على أهمية المقدرة الشرائية ودعمها بالنسبة للتونسيين وكذلك الدعم والزيادة في رواتب الأجور والموظفين كذلك شكرا جزيلا لك ياسر دبابش مرسل الغد كنت معنا من تونس على كل هذه التفاصيل شكرا جزيلا لك